في حاجة معينة عملت فرمسيون شاركت في ورشة اللي عاونتك على السعيد المهني متاعك لا ما نتبع معناها في اللي قاعد يصير في مركز تكوين اما هنا ما عملت الحق ما نعرف برشة شباب معناها اللي تمتعوا بالفرصة هذي وقاعدين معناها استفادوا منها لما حالة في المسيرة متاحة والعملية تعرف اللي زيدا ايضا زين رب بشي تحصل رب على معلومة ولا بشي يكون عنده تكوين في مجال معين يعني يدفع برشة فلوس بطبيع برشة من الناس متعرش اللي الدولة اتيح العديد من الفرص بش تعطي تخليك تتكون في العديد من المجالات بينصور من خلال الورشات التكوينية وغيرها والهناء يدخل التكوين المستمر اللي الحقيقة دائما نسمع على مختلف الأنشطة اللي يقوم بها التكوين المستمر وبصفاء دورية اللي هنا بش نحكيه على الأيام المفتوحة للتكوين المستمر تحت شعار التكوين المستمر مستمر سمحوني يفتح أبوابه للمؤسسات الاقتصادية ألوغ بش حكيه بينصور بأكثر تفاصيل ألوغ يستعدني برشة 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 انه يكونوا بحذينا ضيوفنا الكرام بينصور نحب نبدأ بترحيب بمدام سيميرا نسيج رئيسة الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بالقيروين مرحبا بيك مدام سيميرا عايشك من نورتنا بينصور في البلاتو مدام سوس النطوير المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالقيروين مرحبا بيك مدام سوس مرحبا بيك الله يخليك من نورتنا وأيضا سيخ ميس السعدوي رئيس الغرفة الجهوية لهيكل التكوين الخاص وبينصور ممثل لوسي كاعنا لليوم مرحبا بيك سيخ ميس كما كنا وقدمنا في بداية المداخلة على أهمية التكوين أهمية التكوين أنجرال يعني الإنسان قد ما يقرأ وقد ما يتعلم دائما يدخل في تطوير الذات تطوير المهارات في المجال العملي في المجال المهني وهذا يرجع بالعديد من الفوائد على كل العاملين أول حاجة مدام ساميرا نحب دامدل معك أنت وبالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بيانصور وما يعرفوش أو مش ماخذين فكرة واضحة على التكوين المستمر خنعرفوا شنو التكوين المستمر أول حاجة أهلا وسهلا مرحبا بيك نور مرحبا بمستمعي إذاعتكم وإذاعتنا جميعا إذاعة الحياة أفقائنا يخليك أحنا اليوم فرصة لأينا بش نقدم المركز المتاعي المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية اللي هو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تم أحداثها منذ سنة 1993 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني المؤسسة بتاعنا هذه المركز الوطني نحن اليوم في إطار تحسيس بالأيام المفتوحة للتكوين المستمر اللي هي بادرة من المركز بتاعنا تحت شعار المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يفتح أبوابه للمؤسسات الاقتصادية بالضبط كما قلنا المركز أو تكوين المستمر هو غير مؤسسة يعني يخول للعاملين أو الشغالين باش يتمطعوا بالعديد من الورشات التكوينية اللي تنجم تفيدهم على السعيد المهني هي فرص للشغالين باش يواكبوا تكوين اللي هو ينفحهم اللي هو يزيدهم في الكفاءات التي تحهم باش يتحصلوا بعض على طرقية مهنية أو إعداد برامجها التكوينية من خلال المرافقة اللي يزديها أعوان المركز في كامل الجهات معناها عنا 24 تمثيلية للمركز في كامل تقرب الجمهورية موجودين رافقوا المؤسسات وأيضا نحن نتصرفوا في آليات تمويل البرامج التكوينية وأيضا نوفروا عروض تكوين المستمر للناس اللي تقدم لشغالين فيتشغالين وهذا اللي تحكي عليه أنتي أحنا ديما الشغال ديما يقعد يصحق الكفاءة جديدة يصحق بشي يتطور من مهارات متاعه دونك ما يقعد شي حابس معناها تقل الشغل صحيح تحصل على الشغل بتاعه دونك انتهى الموضوع صح يلزم ديما يلوش كيفاش ينمي من القدرات تمتاعه باش يحافظ على موقع الشغل متاعه وإلى التنور من ذلك باش يلقى معناها فرصة جديدة البعث مشروع ولا معناها الفرصة جديدة للتشغيل فرح أبواب أخرى بتاع التشغيل واضح مدام ساميرا يعني هنا يجب أن يناسأل شكون المؤسسات اللي ينجم يكون طعنا أو اللي موجه لها هالي بروغرام اللي تعملهم أو اللي يقدمهم التكوين المستمر احنا المركز متاعنا يقدم خدماته للمؤسسات الاقتصادية سواء العامة وإلى الخاصة طبعا بشروط طبعا بشروط إذا نحكيه وإحنا على آليات تمويل التكوين المستمر باش نحكيه على زوز آليات اللي هي التسبق على الأداء الكريدي دامبو فاهمي كريدي دامبو نسقل تعرف اللي هو اسمه ومعناها الكريدي دامبو هذه التسبقات تمنح للمؤسسات الخاصة فقط اللي هي تستجيب طبعا لشروط بالنسبة للأول سمحني تسبق على الأداء للمؤسسات الخاصة والعامة والعمومية بالنسبة للدروات التراج اللي هو حقوق صاحب هذا يوجه أو تنتفع به فقط المؤسسات الخاصة وفقا لشروط طبعا نجمو نحكيو على هاد ياسور أنا بشتلعكي شنو الشروط للدفاع يعني في هكا كيفاش نقولو الشروط الواضحة أو الكبيرة اللي بتاتخي نجمو ينتفعوا بها فمش حاجات هكا دي جراند ليني نجم اللخصها الكبير بالنسبة للتسبق على الأداء هذي المؤسسات المنتفع هي المؤسسات الخاض على الأداء على التكوين المهني اللي هي يفوت النسبة أو أو الأداء متاحة على التكوين المهني للسنة السابقة لسنة الانتفاع الألف دينار يفوق أو يساوي الألف دينار هذي عندها أحقية الانتفاع بالتسبقى اللي هي نسبة مئوية ما تفوقش 60% من الأداء المستوجب للمؤسسة لسنة السابقة لسنة الانتفاع الآن موانزام 60% من الآن موانزام هذي بالنسبة للشروط لتتسبق على الأداء بالنسبة للحقوق الساحب حقوق الساحب هذية طبعاً المؤسسات الخاصة فقط هي عندها الأحقية في الانتفاع بأليه حقوق الساحب أيضاً مؤسسة يجب أن تكون وضعياتها الجبائية موساوية موساوية المؤسسة يلزم من الشروط الانتفاع يلزمها تكون ساهمة في التكوين الأساسي بالنسبة للحقوق الساحب ومؤسسات اللي تنجمتكم بيانسور تمويل برامج تكوينية بالنسبة للحقوق الساحب غيرماً في المؤسسة الاقتصادية شكراً على الاستضافة وتحية إلى كل مستمعي حياة ألفام بنسبة للمؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالجهة استفادت بعدة برامج في شكل حلقات تكوينية وكان لها الأثر الإيجابي في تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية متى هذه المؤسسات خليها معناها تواكب التكنولوجيات الحديثة تكنولوجيات الحديثة معناها اللي موجودة في العالم بصفة عامة اللي رواها كاش تتطور من يوم من كل ساعة تقريب معناها كذلك حافظت على مواطن ديمومة هذه المؤسسات زيادة الإنتاج والإنتاجية لهذه المؤسسات وبالتباع المحافظة على مواطن الرزق هذه بالنسبة للمؤسسات اللي فيه في نتاق حقوق سحب الفردي أو في التسبق على الأداك ما ذكرت الأخر سميرة أو المعروف في التسبق على الأداك معروفة حين عرفوها أو العمومي عرفوها تيف بي بالنسبة للليتكا ونفو دليتكا عنا إحنا غرف جهوية غرف معناها في مختلف تمثل مختلف القطاعات كذلك استفادت ببرامج مدة سنوات معناها ببرامج كما ورشات ميكانيكا السيارات الإلكترونيك للعموم تصليح الجاسم الصناعات التقليدية النجارة الأليمنيوم النجارة الخشب بالنسبة لك كل هذه القطاعات استفادت ببرامج وكان لها الأثر الإيجابي ومعناها في الرفع من قدرات ومهارات معناها العاملين في مختلف هذه القطاعات سيخ مايس بصفة مجانية لهنا مجانية بالضبط يعني بشا من يشبه مولا من الدولة بالضبط في نطاق حقوق الصحب الجامعي خاتر الحقوق الصحب ثم نوعين حقوق الصحب الفردي وحقوق الصحب الجامعي بضبط لأن المنظمة تطلب الاتكاع أو المنظمات المهنية الأخرى تطلب معناها تمويل تمويل من المركز الوطني التكويل المستمر وتقع المسادقة عليك التمويل وتقع استشارة واختيار هيكل التكويل اللي تدخل لإنجاز هذه البرامج بتبعا بتوفير معناها الفضائيات التكويل والتجهيزات ومكونين والكل دونك تصل عليها مكاتب التكوين الخاص بالضبط هذه اللي بشمشي لدجان للمدام ساوسن مرحبا بك مرة أخرى سيدتك المديرة جهوية للتشغيل والتكوين المهني بالقايرة وانا علاوك زوز إدارات ينضوي وتحت نفس الوزارة وأكيد فما تعامل مبينتكم نتصور قبل ما يتم يعني البروغرام وتنفيذ بالضبط بالضبط معاكم في اللي بخوغرام اللي تقدمها يقدمها التكوين المستمر تيكي ساحا عسلامة ومرحبا بالمستمعين لكل نشكرك على استضافة هي فرصة باش نقدموا برامج وزاعة التشغيل والتكوين المهني وباش نقدموا سيخطو المبدأ الأساسي اللي تمشي عليه الوزارة وكافة الهيكل تحت الإشراف اللي هو الشراكة والتنصيق بين كافة المدخلين في مجال تكوين المهني نحب نذكر ايني ولا نحب نعطي فكرة صغيرة ومقتصبة المهني والتشغيل اللي هي اللي هي تتدخل في كافة المجالات وفي كافة المستويات بكري انتي كي بديت الحوار دونك سألت أمين قتلوا عندك شفكرة عبتكوين تمتعتش بالتكوين دونك احنا في تكوين المهني عنا حاجة اسمها التكوين الأساسي نضام اللي هي موجهة لل لل لللي ما عندوش مهارات اللي ما عندوش كفاءات دونك نعطيوه كفاءات بشي نجم يدخل للسوق الشغل ويتحصل على على وظيفة ولا على على شغل وفما التكوين المستمر اللي هو اسمه فيه تكوين المستمر دونك سأسيبوز انو فما أساسيات موجودة فما مهارات موجودة التكوين المستمر بشي ساهم في تطويرها وتدعيمها وهذا كعليش الفئة الكبيرة اللي نتوجه لها عن طريق التكوين المستمر هي فئة الشغالين فئة الشغالين الهدف الكبير علاش هو تطوير الكفاءات متاحهم بشي تطوروا في المهنة متاحهم بشي تحسنوا في المهنة بشي يتطوروا في مسارهم المهني وبشي يعطيوا للإضافة للمؤسة اللي هوم يشتغلوا فيها وهذا كعليش البختونير الرئيسي في المنظومة الوطنية متع التكوين المهني والتشغيل هي المؤسة احنا قاعدين نكونون للمؤسة تكوين الاساسي لفقيت المؤسة بشي نوفرها المهارات لها و تكوين المستمر كيف لفقيت المؤسة و لفقيت الشغال بشي المؤسة تطور من الانتاجية متاحة تطور من المردودية متاحة تطور من التنافسية متاحة على المستوى الوطني ولا حتى على المستوى العالمي دوك هي هالمنظومة هذية بكافة المدخين متاحة الهدف هو تطوير الكفاءات وهو نعطي اكثر فرصة للمؤسس باش تلقى ديمقشية مثلا باش تتطور في النشاط متاحة ونعطي فرصة للشغال وللشباب اللي يحب زيدا يطور في التشغيلية متاعه باش يلقى زيدا فرصة في سوق الشغل وفي المؤسسات العلاقة بينتنا احنا كهياكل احنا توزار تشغيل وتكوين المهني الوحدة الجهوية تنشط تحت اسراف وزار التشغيل على المستوى الجهوي فما تنسيق كبير بين هياكل الوزارة وبين الشركاء المهنيين متاعنا وشركاء الاجتماعيين فيها عنا لجنة جهوية للتكوين المستمر اللي تم فيها دراسة مطالب التمويل بالنسبة لمؤسسات الاقتصادية وفما كيف كيف كما حكا سيخ مايس على حقوق صاحب الجماعي فما كيف كيف اللي مندرسوا فيها مطالب التمويل بالنسبة للمهنيين للغرف المهنية في اطار حقوق صاحب الجماعي اللي متوفرش فيهم الشروط باش يتعضيوا على حقوق صاحب فردي وإلا على آيلي التسق على الأداء دوك احنا المنظومة كاملة راهي فيها تنسيق كبير بين كافة الهياكل والهدف كما قلت في اللخر هو تطوير الكفاءات وتطوير وتوفير الكفاءات الضرورية للجهة وللمؤسسات الاقتصادية متاع الجهة باش تتحصل على كفاءات حسب الحاجيات متاحها هذي هو معناها اللي نحب نقوله اني في اطار تكوين المستمر راهو قطاع مهم برشة مجال مهم برشة واحنا الايام المفتوحة هذي معمولة لفائة المؤسسات باش نشجعها ونحسوها بأهمية الانخيرات في المنظومة هذية وبأهمية انها تتحصل وانها تنتفع من البرامج هذية بكري شوية سألت انتي قلت مجاني بذبت لازم دايه معلومة مهمة جدا هي برامج برامج وضعتها وزات التشغيل والتكوين المهني فيا المركز الوطني لتكوين المستمر والطرق المهنية على ذمة المؤسسات باش تنتفع بها باش تطور في كفاءتها وباش تطور من نشاط متاحها وتكبر في وسط السوق وتتحصل على أسواق وتقتحم أسواق جديدة دونك معناها بنسبة المؤسسات الاقتصادية الكل ان شاء الله يبدوا يسمعوا فينا المؤسسات الاقتصادية راهي الايام المفتوحة معمولة لهم هما راهي البرامج معمولة لهم هما ماذا بنا ينخرتوا وشروط الانخيرات راهي كانت تقول فيها بكري مادام ساميرا شروط ماهيشي ماهيشي صعيبة برشة ماهيشي صعيبة برشة بالعكس هي برامج محتوط على ذمتهم الواحدة معناها احنا صحيح يقولوا ايام مفتوحة صحيح ولكن احنا على طول العام الخدمات بضبط على طول العام احنا ايام مفتوحة على طول العام ابوابنا مفتوحة ولكن خصوصية الفترة هذية علش نعملو تاوى ونعملو حمل التحسيسية لخصوصية الفترة هذي توب تدخ مادام ساميرا مباش نرجع تحكي لنا عن خصوصية في الفترة هذي اندي عملتنا ترانزيسيون افكتب موشيت هزيتني للسؤال اللي بش نرجع به للمادام ساميرا بضبط هذا هو يعني شنقذو بها بالضبط الايام المفتوحة يعني أس كنتو ما تعملوا التورني كتكوين مستمر لبعض المؤسس تقطاب المؤسس يعني الاقتصادية أم انو هما يجيوكم علش الفترة هذي بالذات فما حاجة من بعض فما دات هكا معينة لازم يكون فيها ديدلاين العديد من الأسئلة تطرح خلنا بدايه وسيعة باش نقصدو بالضبط بالايام المفتوح احنا سيعة انا رو اللي قالتو مادام سوسن فعلا رو احنا ما نخدموا كان بالتنسيق مع لبرتناير متاعنا معناها البروفيسيونيل والسوسيال معناها هما الشركاء الاجتماعيين وثم الشركاء المهنيين واحنا رو خدماتنا بطبيعة هما الفئة المؤسسات ومساهمة مننا كما قالت مادام سوسن في تطوير الاقتصاد الوطني رو احنا رو كيف نعطيه هالبرامج هذي نمنحو خدمات هذي للمؤسسات سيلي فئة المؤسسة في الاخر شغال بش يتلقى مهارات رو بش يرجعها على المؤسسة بش تكون فما تطور بش تش هدو المؤسسة ايضا فقط حبينا نعرف عليش الفترة هذي ساعة بديت الايام المفتوحة هذي بقدرة بطبيعة الفيت بطبيعة الشركاء المهنيين باقتراح منهم نجميكون من لوتوكا طبعا ومن هي رو دي ما احنا رو كنقول لوتوكا ما نقصيوش وما بالعكس لوتوكا هي الاكثر تمثيلية طبعا لكنه الشركاء الاخرين الكل ينتفعوا معنا كما اتحاد الفلاحين كما شامبر دو كوميرس وكما كونكت وكما غيرهم اللي هما يستجيبوا حسب شروط الانتفاع اللي مذكورة في النصوص القانونية الأيام المفتوحة هذي بقدرة تتعمل معناها من المركز الوطني للتاكويل المستمر والتاقيمانية بزفة دوري كل عام كل عام احنا نحملوا شعار بالنسبة للسناه المركز الوطني للتاكويل المستمر والتاقيمانية يفتح ابوابه للمؤسسات الاقتصادية هذي يعني انو احنا رو موجودين يعني باش نجاوبوا المؤسسات باش نوفروا المعلومة خاصة وحنا وجودها توابينكم باش نوصلوا راو بذبس للإعلام للإعلام للوؤسسات ويعطيكم الصحة انتو مع حياته فاهم كان عندكم معناها البادرة دية يظل اول اول خطوة كانت مع الحيات حياته فاهم يعطيكم الصحة وان شاء الله زيد يكون عنا زيد تدخل مع باقي باش نوصل للمعلومة الهدف شنوه هو انو نوصلوا البرامج هذيه ونسك كل تنتفع وراهو نسك الفايت جهتنا تطوير جهتنا معنىش لجهت القيروين ما تنتفعش بالبرامج هذيه اللي هي كما قالوا لخيان نراي معنى هو كما هو معنى ما معنى احنا نقوموا به معنى خدمات مجانية معنى هال باش ينتفع بالبرامج هذيه تاعتكويل مستمر بصورة مجانية هو التمويل من الدولة يباش يكون تمويل مجاني مباشر سمحني تمويل مباشر على اساس أليت حقوق صحب وإلى التمويل الآخر اللي هو أعفاجي بقية لفائط المؤسسة الاقتصادية اللي هي بطبيعة اسيوجيتي معنى هال تخاذ على للإداع للتكويل الماني فيعود باش تخالص الأداة هذي نعاود نقوله فيعود وراوحنا تعوها باش نقول ديجان ليش في الفترة هذيه فيعود المؤسسة الاقتصادية لها خاذ على الأداة للتكويل الماني باش تخلص خالص الايدي هدايا يكون عندها الاحقية في معناها بش بش تنتفع 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 واعفاء جيبائي بطبيعة مجرد انا تحصل على مقر التمويل بطبيعة اذا هي طبعا انجزة برامج تكوينية الانتفاع هذا يرى ما يكون كان بشروط فما شرط مهم جدا هو الاستجابة او احترام الاجل الاجل الانخراط في منظومة التسبيع الاداة اللي احنا تتوى بش ندخلو غدوة غدوة في شهر فيفري موفى شهر فيفري هو اخر اجل للانخراط في منظومة التسبيع الاداة المؤسسة تنخرط في منظومة التسبيع الاداة تنجز البرامج التكوينية بتاعها تدخلو على المنظومة بتاعنا احنا تواعنا منظومة منظومة مالك اللي هي نجم تودع عليها معناها البرامج بتاعها التكوينية وتتحصل على مقرر التمويل اللي هو المرحلة الرابعة والاخيرة اللي المؤسسة الاقتصادية نجم معا بتبع انا كنقول انخيرات في منظومة التسبيع الاداة انخيرات معا ما كاتب ما كتب الجهوية للاداة على الاداة واضح مادا ايات ساميرا هو لمحالة مادا ايات يتويل الحديث في الموضوع تسوي وضعيتها يا مادام نور يسمى اذية اخر خطوة ما اللي تاخول مقرر التمويلي من عنا احنا من الوحدات الجهوية تسوي الوضعية الجبائية متاحها هكا النسبة المئوية اللي اخذتها وتعفيت منها جبائية تسوي وضعيتها الجبائية مع مكتب الاداة ايات الراج عليه بالنظر واضح جدا مادام ساميرا ومشكورة جدا لحقيقة على كل هالتفضيحات هو لمحالة يتويل الحديث على الموضوع ولحقيقة ان شاء الله يكون لنا هكا معكم مصفحات اخرى بيانشور مش نحكيه على الاهمية التكوين المستمر خاصة في المؤسسات الاقتصادية بيانشور خاطر سي تخيز انبورتان انو نعرف دور هالتكوين انجنغال في تطوير يعني الشغال اول يعني الانسان انجنغال خاطر كما قلت انتي كلمة والقدرات يعطيك صحة اول مبدينة يعني مش الانسان اخذي خدمة راو سيبا وبالعكس ما نقعدوش فرد نقطة دائما نحاولو انو نطورو من انفسنا في كلمة اخيرة نجع معك انتي سي خميس كنت حبها كأضيف حاجة بيانشور اللي تومت باركالا بش تدخلوه على الايام ان شاء الله المفتوحة بختيغتو ما في وسط تقريبا ان شاء الله هتل اخر شهر في بري خليلك الكلمة سي خميس شكرا بالنسبة للايام التحسيسية هي الهدف منها هي التعريف بمنظومة التكوين المستمر ودورها ماناها في الاقتصاد وماناها فيها فايدة كبيرة بالنسبة للمؤسل الاقتصادية والاقتصاد بصفاء بصفاء عامل نعم انا نعرض شوية على كلمة ساميرا whyش فان فبري ي الفلي هو الشهر اللي siendo بداية طرح التسبق في آخر Private يبدو كلاك يزاغ التسبق لالاداء على الأداء تقبل يمشي تتوصيل وعند ثقابات وشباب في الاكمال جيست يبدأ يطرح في التسبقة بداية من الشهر الاول متاع السنة الجارية. يعتبر انخرط في التسبقة على الاداة. واضح واضح جدا. معناها سهلة ياسر. بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية. معناها جيست يطلب من المحاسب متاعو لشادو الكونتابليتي يقولوا راني مش نستفيد من التسبقة على الاداة. ابدأ اطرح لي اطرح التسبقة. انفا دي كلارة اللي هو اطرح التسبقة يعتبر منخارت. منخارت. وكما قلت. هذي هو الشرط الاهم. الشرط الوحيد. ولك عليك يزمو يبدأ من شارلولاني. إذا فيت شارلولاني يولي ما عادش عنده حق باش يدخل. ان شاء الله هكا المعلومة وصلت للناس اللي يسمعوا فينا سي. اخميس مادام سوف نخليك في كلمة اخيرة شون تحب تقول. نحب نقول انه الايام التحسيسية هذية هي ايام مفتوحة على مستوى الوحدة الجهوية للتكويل مستمر وترك المهنية. دونك المؤسسات ينجمو يتصلوا بالوحدة هذي وبمادام ساميرا. ويطلبوا كيفية الانخيرات. وشوما البرامج وكيفية الانتفاع بها. دونك مادام ساميرا تعطيهم المعطيات الكل. كيف كيف معلي باختو نغم تاعنا ينجمو حتى معلو تكاه الكل ويوجههم ويعطيهم المعطيات الكل. معلي درجة جهوية للتشغيل وتكويل مهني. الحاجة الاخرى اللي احنا حبينا نعملوها. زيدا كيما قلتم بكري المنظومة هي فيها برشام الدخلين. دونك فما زيدا احنا قلنا فما انشطاء موجهة لفائة الهيكل الخاصة دكويل ماني. اللي هي كيف كيف باختو نغم معانا واللي هو يساهم في 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 تنفيذ واللي يساهم في 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 تنشيط البرامج هذيه. دونك بش تكون اللو فما دو جورنيه معنيها دا ولا ليهمهم الفائة الهيكل بش نسخطو الهيكل الجديدة والي هي دخلت جديدة في في ميدان تكويل مستمر بش يتعرفوا عن برامج هذيه وعن الاليات هذيه وكيفاش ينجموا يستغلوها وينجموا يتمكنوا منها بش هوم زيدا يعاونونا في في يعاونونا زيدا بش المؤسسة انخرطت معانا في 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 المنظومة بتاع تكويل مستمر. اه بالنسبة للتكويل المستمر لفائة الافراد ولفائة الشغالين. احنا لفولين نسميوه ترقية المهنية والترقية المهنية لي هو يصير مع مركز تكويل مهني وإلا مع الجامعات كيف كيفا ذاي سيان فولي تخز امبوخطان لي الافراد اللي الشغالين اللي تلقاه يخدم في خدمة في الوظيفة العمومية وإلا في القطاع الخاص ويحب يتحصل على شهادة اخرى ويحب يتحصل على مستوى اعلى من المستوى اللي عنده فما عروض تكويل اه مع مع المركز الوطني اه بالشراكة مع مركز تكوين بالجهة وإلا اه للمؤسسات متع التعليم العالي اه والحاجة الاخرى اللي حبيتنا نقولها انه الايام من التحسيسية هذية وإلا الانشطة هذية بش يقع على اختتام متاحها في مستوى يوم اعلامي كبير بش يصير على مستوى ولات القيروان اه اه تاو في المعنية تاو نعطيه التاريخ معنية بالضبط اه وقتاش اه ابخيو غيه هو تاو الوينتخوى ففغيه بش يصير معنية يوم اعلامي للمؤسسات وللمنظمات المهنية تحت شرف السيد الوالي وعلى بمقر ولاية القيروان وهذية هو ماذا بينا المؤسسة الكل تحضر معنا في الى ايام هذية ومراحبا بيهم الكل على موسقى في الهيكل الكل اللي احنا اه نخدم في اه في البرامج هذية ان شاء الله كل التوفيق مشكورة جدا اه مادم اه سوسنا على كل التوضيحات مشكورين مرة اخرى كل الاضيوف الكرام اللي كنتوا باحثين مادم سميرة اه نسيج رئيسة الوحدة جهوية للتكوين المستمر بالقيروان مادم سوسنا التوير المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالقيروان واسيخ ميس سعدي ورئيس الغرفة جهوية لهيكل تكوين الخاص شاء الله كل التوفيق بيانسور للايام المفتوحة للتكوين المستمر وتحت شعار تكوين المستمر يفتح بوابه للمؤسسة الاقتصادية في بعجلة فضل مادم سميرة حاجة اه بشقول على المقر متاعنا الوحدة جهوية التكوين المستمر وترق مهنية احنا موجودين في شارع الامام صحنون اه وين اتحاد الفلاحين صلت زيتونا احنا المقر متاعنا في الريد شوسي اللوطة موجودين على الطريق الوحدة الجهوية مرحبا بيكم المؤسسات الكل اللي يحب يستفسر ولي يحب معناها عنده عنده اي اشكال مرحبا في كل وقت احنا مفتوحين ابوابنا مفتوحة للناس كل حاجة اخرى انا نذكر باليوم انه اليوم هو اختتام الملفات البداغوجية والمالية للمؤسسات الاقتصادية اليوم اخر ديلي باش يسكروا فيها الملفات اللي انتفعوا على العام السابق الفندو اليوم اروا اخر ديلي باش يسكروا ملفاتهم البداغوجية الاجال الاخرى بالنسبة للاني فانتروح هي موفا شهر فيفري المؤسسات الاقتصادية اللي يسمعوا فيها عندهم موفا شهر فيفري باش يختاروا ينخرطوا في المنظومة هذية كما قال سيخ ميس بمكاتب مكتب الاداءات اللي هما راجعين ليه بالنظر بمناسبة التزديد خلاص المعلوم الاداء الشهري متاع شهر جانفي هما ما خلصوش دونك دخلوا في منظومة تسقع الاداء واضح واضح جدا مشكول جدا مدم زميرة مرة اخرى وان شاء الله يكون لنا معكم مصفحة اخرى سينو احنا مزا متواصلين معكم يالا توتفيت بوز مع الموزيكة ورجعين